في العقل سبحان الله في العقل يحسن العفو والمغفرة العفو عنه والمغفرة له ورحمة من عظم ذنبه وتناهى جرمه في العقل وقرر هذا معتزة البصرة أسبينكوسين ليس معتزة بغداد انتبهوا معتزة بغداد عندهم العفو عن المجرم والمشرك المشرك بالذات سيء قبيح معتزة للبصرة كأهل السنة كالأشاعرة والمعتزة للبصريين قال البصريين عفوا قالوا العفو عن الشرك في العقل عن واحد مشرك حسن عقلا والعجيب أنه إذا مخشى لأنه في خط البصريين هنا قال آه وبالعكس كل ما يتناهى أي الذنب يكون أعظم يكون العفو عنه أحسن رحمة الله علي هناك ناس اليوم المسلمين لا يفهمون هذا الأصل العقلي على فكرة قبل أن أمضي كلمة الجاحذ والعنبري وثمامة والجمعة هذولة أيضا سادتنا وعلماؤنا من الأشاعرة قرروا كلهم بلا نكير في رأس من غزالة أيضا والفخر الرازي وأبو الحسن الآمودي كلهم قالوا قالوا هذا الذي ذكره الجاحذ والعنبري وغيرهما خاصة الجاحذ أنه أي كافر مش معاند مش جاحد يرجع له العفو يعني بالجهل جاهل لم يحصل له العلم الحقيقي اليقيني بحقية الدين بحقية الدين يرجع له العفو قالوا هذا الذي قاله الجاحذ حسنون في العقل والله قالوا هذا كلهم قاله الغزالة في المفتصفة وقاله الآمودي في أبكار الأفكار وقاله أيضا في الإحكام وقاله الفخر في الكتابين النهاية والمحصول ما شاء الله طب حلو يعني أنتم الآن تقولون وتعترفون أنه عقلا وما معنى عقلا بصراحة كلبة عقلا باللغة الدينية ممكن تستبدأ بها كلمة فطرة فطرة لما أقول لكم أن تسمع هذا مجرد أن تسمع هذا الإنكار على الجاحذ وأنه لا وأنه كافر مش جاحد ومش مكابر جاهل لم تتحصده المعرف الكافي في جهنم خالدا تشمأز تشعر أن هذا فيه شيء مش طبيعي هذا مش مريح صحيح قال لك حابنان عاطفي ومين قال لك باش ميز مش أنا نفس العلماء هم اللي قالوا لما قال لك هذا في العقل حسن الذي قاله الجاحذ أنه العفو والمغفرة لمشرك وكافر جاهل حسن في العقل استحسنوا تماما يعني من غير جمجم وتهدد معنى أنه في الفطرة حسن ولا تغرون المشطلحات كلمة العقل تسوي الفطرة أنه فطرة تسمعه ترتاح لكلام الجاه تقول والله صحيح يعمل هناك فرق بين هذا وهذا لكن قال لك لو لا مصادمة الضرورات الدينية كلمة الغزالي ضرورات يا أبي حامد يا شيخ الإسلام كيف ضرورات قال لك ضرورات وين الضرورات الآيات التي ذكرتها ليست ضرورات الآيات حتى بالنسبة لي ليست حتى ظاهرة في المعنى الذي ذهبوا ليس رأيك بصراحة الآيات لا تتحدث أنه هذا هو سبب تأبيد عذابهم في جهنم لا لا الآيات تقول حسن ظنهم بأنفسهم لم يمنع أن يعذبوا حلو بس هذا ما تقوله السؤال لماذا وجب تعذيبهم الجواب في القرآن لأنهم أنكروا بعد تبين الهدى أنكروا بعد مجيء الذكر أنكروا بعد وضوح هذا هو العدل هذه القراءة الواضحة تمام الكلام الله